اهلا بكم مشاهدين ساعات تفصل العالم عن نتائج استفتاء كردستان العراق وسط توتر غير مسبوك بين الاقليم العراقي وكل من بغداد ودول الجوار اضافة الى الولايات المتحدة الحليف الابرز والاهم للسلطات في اربيل ورغم عدم الزامية النتائج للحكومة العراقية المركزية وليس لديه مفاعيل قانونية ودستورية داخليا ودوليا الا ان السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح هل يمكن للدولة الكردية في حال انفصالها ان تعيش وسط اجواء وظروف مشهونة ومناهضة لاستقلالها وما هي الجهات التي يعتمد عليها الاكراد لتحقيق حلمهم التاريخي وما هي الردود المتوقعة من دول الجوار الكردي اذا انعكست نتائج الاستفتاء على ارض الواقع كل هذا سنناقشه الليلة مع ضيوفنا من المنامة وعمان ولندن ابقوا معنا بلباسهم التقليدي وعلى وقع اصوات الموسيقى والانشيد احتفل مواطنو كردستان العراق باتمام استفتائهم على استقلال الاقليم وسط تجاهل تام لأصوات حرب قد تكون وشيكة ورفض اقليمي ودولي لهذه الخطوة غير المسبوقة خطوة قد تدفع المنطقة كلها امام تحديات ومخاطر جديدة ليس اقلها ما تم التهديد به من قبل الدول الحاضنة للاكراد تركيا وايران وسوريا وبطبيعة الحال بغداد التي تعتبر نفسها اكثر المعنيين بافشار كل النتائج التي قد تصدر من الاستفتاء وبما ان الاستفتاء اصبح امرا واقعا رغم المحاولات والعروض السخية اقليميا ودوليا التي قدمت لالغائه او على الاقل تأجيله تبرز العديد من التساؤلات حول مستقبل الاقليم ليس اقلها السؤال عن الخطوات التي يمكن لدول الجوار الكردستاني ان تخطوها والمصير المنتظر للمناطق المتنازع عليها بين الاقليم وبغداد وطبيعة العلاقة المستقبلية بين البشمرقة والقوات العراقية بشأن محاربة داعش والاهم من ذلك كله هل سيفتح الاستفتاء شهية اقراد الدول المجاورة للعراق لانتهاج خطوات مماثلة وتحسبا لأي تدعيات على نتائج الاستفتاء في الاقليم شددت انقرة على انها ستعتبر نتيجة الاستفتاء باطلة ولاغية كما هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باغلاق المعبر الحدودي الوحيد لبلده مع الاقليم وكذلك خط تصدير النفط الاستراتيجي لأقراد العراق اما الجار الشرقي للاقليم ايران فقد وصفت الاستفتاء بانه غير قانوني وغير شرعي واعلنت اغلاق مجالها الجوي مع اقليم كردستان وكان مجلس الامن الدولي قد حذر نهاية الاسبوع الماضي من التأثير المحتمل للاستفتاء على زعزعة استقرار المنطقة معربا على اعتقاده بان الاستفتاء غير الملزم قد يعرقل جهد مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية داعش التي تطلع بها القوات الكردية بدور بارس لكن سرعان ما رد عليه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني متهما المجتمع الدولي بازدواجية المعايير متسائلا اذا كانت الديمقراطية سيئة لنا لماذا هي ليست كذلك للجميع ومشددا على ان الشراكة الفاشلة مع الدولة الطائفية في العراق قد انتهت على حد وصفه فهل انهل استفتاء بالفعل هذه الشراكة ام سيكون له تداعيات اكثر خطورة على المنطقة والعالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارحب بضيفي عبر ستلايت من عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور يحيى الكبيسي اهلا مرحبا بك دكتور ابدأ معك دكتور في البداية صوت البرلمان العراقي دكتور على الزام الحكومة بارسال قوات عسكرية الى المناطق المتنازع عليها هل ينذر هذا التحرك بحرب محتملة في القريب العاجل يعني بداية مساء الخير اليك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة البحرين لا 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 اعتقد ان احدا سيسمح بنزلاق الامور الى مواجهة عسكرية ولا اعتقد انه هناك يعني اي طرف من اطراف الصراع يعني لا الحكومة المركزية ولا حكومة الاقليم يعني بوارد الذهاب الى مواجهة عسكرية خاصة وان كل الطرفين ما زال يعني منهمكين في عمليات عسكرية في مواجهة تنظيم داعش في العراق يعني نحن نعرف انه تنظيم داعش ما زال يشكل خطرا حقيقيا في العراق وما زال يعني قادرا على خوض حرب استنزاف لسنوات طويلة قادمة يعني وبالتالي يعني الوضع في العراق الحقيقة لا يحتاج الى مثل هذا التصعيد الذي قام به مجلس النواب يعني بداية للتوضيح فقط نحن لسنا باطار صراع ذو طبيعة دستورية او قانونية يعني على سبيل المثال لا يملك مجلس النواب العراقي بموجب الدستور اصدار مثل هذه القرارات يعني مجلس النواب لديه مهام محددة وصلاحيات محددة بموجب الدستور العراقي ليس من بينها اصدار قرارات ملزمة للحكومة العراقية وسبق للمحكمة الاتحادية ان اصدرت قرارا بهذا المعنى في عام 2012 وقالت انه يعني ليس من حق مجلس النواب اصدار قرارات وانه هذه القرارات ليست ملزمة للحكومة هذا اولا الامر الثاني القرارات التي اصدرها مجلس النواب يوم امس الحقيقة هي مزايدات سياسية ليس اكثر يعني ليس بامكان الحكومة المركزية ارسال قوات الى المناطق المتنازع عليها باي حال من الاحوال الا اذا كان هناك قرار حرب لانه لن يسمح الاقليم بمثل ذلك يعني وكل القرارات التي اتخذت ليس لديها اطار قانوني يعني على سبيل المثال قطع الرواتب عن الموظفين الذين شاركوا في الاستفتاء لا يملك مجلس النواب مثل هذا اتخاذ مثل هذا القرار لانه هذا يخالف قانون الخدمة العامة في العراق يعني الذي يحدد ما هي يعني اذا لماذا يفعل ذلك مجلس النواب دكتور لماذا يتخذ مثل هذه القرارات لانه 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 في اطار مزايدات سياسية يعني كل طرف من هذه الاطراف يحاول ان يرضي جمهورة بقرارات ببرومغاندا سياسية اليعلم الجميع انه لا امكان لانفاذها على الارض يعني وبالتالي حقيقة يعني كلا الطرفين مسؤولان عن هذا التصعيد الذي تم يعني لا يمكن اتهام طرف دون اخر بقضية التصعيد خاصة مع تصاعد خطاب الكراهية في العراق يعني بشكل واسع يعني من يتابع القنوات العراقية من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي سيشهد يعني خطاب كراهية غير مسبوق يعني ويعني هذا هو الذي سيؤدي الحقيقة الى يعني فض الشراكة اكثر مما هو قرار الاستفتاء بمعنى حقيقة القرارات التصعيدية التي تتخذها بغداد هي التي ستدفع الى الانفصال وليس الاستفتاء خاصة واننا قلنا منذ البداية بل قادة الاقليم تحديدا السيد مسعود مرزاني قال بشكل واضح انه ليس هناك علاقة بين الاستفتاء مباشرة يعني بين الاستفتاء واعلان الدولة اعلان الدولة يتطلب مفاوضات يتطلب وقت خاصة انه الجميع يعني انه ليس هناك شروط موضوعية دكتور يحيى اذا تسمح لي تحسيس دولة كردية اذا تسمح لي دكتور يحيى رح يحني انواصل الحديث في هذه الجزئية لكن خلني ارجع لدكتور فراس دكتور قبل ان ندخل في الموضوع التاريخي والمطالبة من قبل الاكراد السنوات الطويلة باقامة دولة خلني في جزئية ذكرها يمكن الدكتور يحيى وهم الخطوات ايضا المهمة وانذكرت ايضا في التقرير تأثير هذه المطالبة اليوم الكردية على الجهود العراقية والدولية لمحاربة تنظيم الدولة داعش على الاراضي العراقية هل يعني هذا يؤثر على محاربة الارهاب ومحاربة داعش خصوصا داعش بدأ ينتهي في مثل هذه المناطق نعم الجانب الكردي ادل بتصريحات بهذا الخصوص هم قالوا تحديدا نحن الان موجودون في الحويجة وعندنا تنسيق كامل مع القوات العراقية في اطار الحرب على تنظيم الدولة داعش ولذلك اذا حصل اي شيء فسيكونه من طرف الحكومة العراقية لان الجانب الكردي اعلن هذا واعلن استمرار التنسيق مع الحكومة العراقية في هذا الجانب وقال هذه لن تؤثر على عملية قتال التنظيم بأي شكل من الأشكال طبعا اذا حصل شيء عكس هذا من الجانب الحكومي فعند ذلك تغير هذا الواقع اما اذا استمرت الاوضاع واستمر التنسيق بين الجيش وبين قوات البلشمرق اللي هي حرص الاقليم فلا نتغير شيء على الارض الواقع وكل الطرفان يهمه ان يطروا للتنظيم من هذه الاماكن سواء كان من الحويجة او من اطراف كاركوك الاخرى طيب خلي ارجع لك دكتور يحيى يعني الاسرار الكردي على الاستفتاء رغم المعارضة اللي يعني حظية بها هذا الاستفتاء من قبل تقريبا جميع دول العالم لم يؤيد احد هذا الاستفتاء الا ان الاكراد مصرين على اجرائه يعني هذا يرتبط بجملة عوامل اولا يعني فقط تعقيبا على ما قلتها انه هناك يعني تاريخ طويل لقضية الانفصال لا لم يكن الاكراد يدعون للانفصال يعني فكرة حق تقرير المصير اطلقت في منتصف الاربعينيات من قبل بعض الاحزاب الكردية الصغيرة ولم يتم تبنيها وكان دائما هناك حديث عن يعني عن حكم ذاتي للاكراد يعني هذا الامر تطور في مرحلة لاحقة الى فدرالية وبالتالي حق تقرير المصير الذي كان يطرح دائما لم يكن يوما من الايام يعني يطرح على انه دولة مستقلة وبالتالي الحديث عن الانفصال والدولة المستقلة حديث حديث العهد تماما في الخطاب السياسي الكردي فقط للتوضيح الامر الثاني هناك جملة عوامل دفعت الاقليم الى مثل هذا الاجراء واحد من هذه العوامل هو طبيعة الصراع الداخلي داخل الاقليم يعني وبالتالي كان الاقليم بحاجة في هذه اللحظة الى تحشيد الجمهور بعيدا عن المشكلات الاقتصادية والمشكلات السياسية القائمة في الاقليم يعني على سبيل المثال الاقليم منذ يعني تقريبا سنتين يعيش فراغ دستوري يعني انتهت انتهت ولاية السيد مسعود برزاني لم يمدد مجلس النواب الكردستاني ولاية السيد الرئيس البرلمان لم ينعقد على لاكثر من سنة تمطرد رئيس المجلس النواب من اربيل هناك صراع حاد بين حركة التغيير والحزب الديموقراطي الكردستاني هناك صراع يعني غير معلن لكنه عميق جدا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وبالتالي كانت هناك عوامل داخلية كردية كردية كانت واحدا من أسباب الإعلان على الاستفتاء هذا أولا الأمر الثاني المهم أنه أيضا بعض القادر الكرد اعتقدوا أن لحظة ما بعد داعش هي لحظة مثالية للذهاب إلى الاستفتاء والإعلان عن رغبة بالانفصال يعني هناك خرائط ما بعد داعش ترسم في كل من العراق وسوريا وواضح أنه إقليم كردستان أو علاق البعض القيادات الكردية أرادت أن تستغل هذه اللحظة لرسم خرائط أمر واقع على الأرض في ظل مواجهة داعش يعني خاصة في يعني كان ما زال هناك يعني أكرر ما زال هناك اعتقاد كردي أو لدى القيادات الكردية بأنها لديها من الأوراق ما يكفي لفرض أمر واقع على جميع الأطراف سواء كانت الداخلية يعني الحكومة المركزية أو الأقليمية تحديداً إيران وتركيا أو الفاعل الدولي الرئيسي خلنا دكتور رح أرجع إلى دول جوار تأثيرها دكتور فراس هل فعلاً المطالبة بدولة كردية مستقلة هو حديث العهد كما ذكر دكتور يحين يعني مثل ما تعلم قبل مئة سنة لم تكن هناك دولة كردية ولم تكن هناك دولة عربية أصلاً والكل كانت تحت ظل الدولة العثمانية بعدما دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وانتهت هذه الحرب بخسارة الدولة العثمانية بدأت تظهر خطة الجانب المنتصر الأوروبيين في المنطقة وأسسوا مجموعة دول أو فككوا الدولة العثمانية ممتلكات الدولة العثمانية إلى مجموعة الدول بنيت على أساس قومي هذا الأساس القومي هو نفس الأساس الذي بنيت عليه دول أوروبا وفق معاهدة كوستفالية سنة 1648 لما تقسمت على أساس قومي فقسموا جزء كبير من ممتلكات الدولة العثمانية على هذا الأساس فصارت أكثر الدول هي تشكل على أساس القومية العربية وباقي الإثنيات والوديات وحتى العرقيات الأقلية هي تنصى تحت هذه الدولة القومية في البداية كان هناك معاهدة سيفر التي أشارت بشكل واضح وصريح إلى دولة كردية لأن الأكراد ليسوا أقلية طبعا في تركيا وفي العراق وأشارت هذه المعاهدة بشكل واضح وصريح إلى دولة كردية لكن سرعان ما تبخرت هذه المعاهدة وحل محلها معاهدة لوزان التي أعطت للأتراك الجزء الأكبر من الجغرافيا الكردية وخلص أخفت أي حديث عن وجود دولة كردية فالذي حصل مباشرة أنه سنة 1922 قامت مملكة كردستان على يد محمود الحفيد وهذه أعلنت كدولة مستقلة سمرت سنتين 1922 إلى 1924 حتى حكومة البريطانية أنهت وجود هذه المملكة بجيشها وبالجيش العراقي بعد هذا بفترة سنة 1927 قامت جمهورية أرارات التي في تركيا وهذه استمرت بالضبط ثلاث سنوات حتى 1930 وقضت عليها الدولة الكردية ثم في 1946 ظهرت جمهورية مهابات في إيران بالقرب من السليمانية وهذه لم تدوم أكثر من عشرة أشهر وانتهت بعد ذلك وبعد هذه الفترة هي الفترة التي أشارها الدكتور يحي هي فترة المطالبات بحكم ذاتي وليس الدولة لكن كانت البداية هي مطالبات بإنشاء الدولة طبعا وقامت دولة وقامت هذه المطالبات على أساس واضح لأن تعرف لما يكون هناك احتلال فيكون هناك شيء اسمه حق تقرير المصير وعلى أساس هذا الحق تقرير المصير كيف يكون يكون على أساس الجماعات التي تشترك في العرق أو تشترك في الثقافة الواحدة والأكراد طبعا ليسوا أقلية ويشتركون في ثقافة وفي لغة واحدة اللي حصل بعدها هم طبعا مراحل 1970 وهذه المراحل كلها لكن اللي حصل في التاريخ الحديث اللي بعد الغزو الأمريكي العراق في 2003 أيضا دخل العراق تحت طائلة الاحتلال وهنا ظهرت مرة أخرى قضية حق تقرير المصير وطبعا هذه مرت بمفاوضات شاق هذه المفاوضات يذكرها السفير الأمريكي في سورة كان في وقتها مستشار السفير الأمريكي في بغداد روبرت فورد ويقول مرين احنا في فترة شاقة من المفاوضات حتى يوفقون بين الأكراد وبين شركاءهم الشيعة في ذاك الوقت نعم وفي تلك الفترة كتبوا الدستور في 2005 طبعا تم كتابة الدستور واللي كتبوه طرفين الكتلة الكردية الأكراد والكتلة الشيعية والسنة العرب السنة لم يشاركوا في كتابة هذا الدستور إلا بشكل رمزي وجودهم كان رمزي طيب خلني خلني في هالجزئية أنا رح أرجع لها وشي اللي تغير الآن لمطالبات الأكراد أو بإجراءهم الاستفتاء بس خلني أرجع للدكتور يحيى قبل يعني ضايقنا الوقت دكتور جزئية مهمة دكتور ماذا سيخسر الأكراد من إجراء الاستفتاء والانفصال عن العراق وماذا ستخسر الحكومة العراقية أو جمهورية العراق بانفصال الأكراد عنهم كل الطرفين ما الذي سيخسره قبل الإجابة على السؤال فقط تعقيب على ما قاله ضيفك الكريم لأن حقيقة لم أكن أستمع جيدا كان الصوت واطي تماما لكن فقط للتوضيح بالنسبة لأكراد العراق مع تأسيس الدورة العراقية في عام 1921 انتهت مطالب الانفصال كان هناك دعوات للانفصال مع بداية في أثناء الحرب العالمية الأولى ونتذكر محبوض الحفيد وما إلى ذلك لكن هذه المسألة انتهت بشكل كامل مع عام 1925 مع عصبة الأمم ومع معاهدة العراقية التركية في عام 1926 وبالتالي لم يطرح موضوع تقرير المصير إلا في الأربعينيات من قبل حزب رزقال الكرد يعني أحد الأحزاب الصغيرة وكان الشعار الشعار الأحزاب الكردية طوال سنوات ما قبل 1991 هي الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي للأكراد بعد التسعينيات طرح مفهوم الفدرالية في مؤتمر صلاح الدين تحديدا وبالتالي لم يكن هناك خطاب انفصال طوال هذه المرحلة فقط للتوضيح ما الذي سيخسره كلا الطرفين أنا أعتقد أن هناك يعني أولا هناك حديث عن وضع مختلف يتعلق بالإقليم من جهة وفي المناطق المتنازع عليها من جهة أخرى يعني من يتابع على سبيل المثال خطاب الحكومة العراقية الحكومة الاتحادية من يتابع على سبيل المثال الخطاب الأمريكي سيكتشف أنه أنه هناك تمييز بين منطقتين بين مناطق يعني الواقعة ضمن الخط الأزرق يعني محافظات سليمانية أربيل إدهوك مع بعض المناطق من محافظة نينة ومحافظة ديالة التي كانت الخط الأزرق الذي رسم من قبل الأمم المتحدة في التسعينيات والمادة 58 من قانون إدارة الدولة ثم الدستور العراقي في المادة 140 أقر هذا الخط الأزرق حدودا لإقليم كردستان وبالتالي هناك تمايز ما بين هذه المنطقة والمناطق المتنازع عليها التي سيطر عليها الإقليم أو تمدد عليها الإقليم بتواطئ صريح من الحكومة العراقية وبالتالي من يتابع الخطابات الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية يجد هذا التمييز واضح هذا أولا الأمر الثاني هو التوقيت يعني أيضا هناك اعتراضات أمريكية بشكل أساسي على التوقيت يعني لا أعتقد أنه هناك اعتراض أمريكي على أصل الانفصال أو على أصل فكرة حق تقرير المصير ولكن الأمريكيون يعترضون على التوقيت لأنهم يعتقدون توقيت الاستفتاء سيعرقل يعني حربهم ضد الإرهاب وسيعرقل أو يؤخر هزيمة داعش في العراق إلى سنوات قادمة في حين الحكومة العراقية يعني بعض الأطراف تعترض على التوقيت لكن بعض الأطراف بدأت تعترض على الأصل على الرغم من أنه كل مؤتمرات المعارضة العراقية التي كانت تنخب العراقية الحالية جزءا منها كانت تشير بشكل صريح إلى حق تقرير المصير وآخر هذه الإعلانات جاء في مؤتمر لندن قبيل يعني حرب 2003 يعني قبيل احتلال العراق في من يقرأ ما صدر عن مؤتمر لندن كان حق تقرير المصير للتورد واردا بموافقة الأطراف العراقية المشاركة لهذا فقط أريد أن أوضح الفكرة كانت هناك انتهازية من كل الطرفين فيما يتعلق بهذه المسألة يعني الطرف نعم دكتور أنا أشكرك جزيلا شكر الدكتور يحيال كبيسي مستشار مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أعود لك مرة أخرى دكتور فراس ما هي الخطوات التي ممكن أن تتخذها الحكومة العراقية حتى تمنع تفعيل نتائج هذا الاستفتاء الحكومة العراقية ذكرت جملة من الخطوات منها طبعا بعض المطالبات في تسليم المطار والمناطق الحدودية وهذه كلها مزايدات لا تملك الحكومة العراقية القدرة على سحب هذه المنافذ الحدودية من الحكومة كردستان يعني لا تستطيع تنفيذها على الأرض أبدا وتهديدات أخرى بطرد الموظفين موظفي الدرجة الأولى الموجودين في بغداد وتعدادهم أربعمائة موظفة وأكثر لهم درجات خاصة والسفراء والوزراء والوكلاء الوزراء ورئيس الجمهورية بدت تصعيد بهذا الاتجاه يعني كل هؤلاء سيكونوا خارج الحكومة العراقية بل أكثر من هذا حتى بدأ تهديد للأكراد بأن أملاكهم داخل العراق يجب أن تصفوها خلال فترة طبعا المزايدات كلها مزايدات إعلامية لا توجد هناك خطوات حقيقية تستطيع منع نتائج هذا الاستفتاء لأن الاستفتاء خلاص حصل بقي الآن نتائج طبعا الأكراد أنفسهم هم يقولون نحن نعملنا الاستفتاء ونعلم أن نتائج الاستفتاء هذه لن تتحقق بيوم أو يومين وقد تأخذ سنوات سنوات يعني هناك مواسم من المفاوضات وليس موسم واحد وقد تطول المسألة لأربع أو خمس سنوات حتى يتحقق هذا الانفصال بشكل ناجز هذه الفترات كلها تحصل فيها تغييرات كبيرة داخل بغداد تعرف الانتخابات قريبة جدا وقد تتغير الأحزاب التي تأتي ويتغير معها المواقف وعلى طول الخط تعامل الأكراد مع بغداد ومع الاعتلاف الشيعي الحاكم دائما كانت قائمة على هذا الأساس تقدم تنازلات أعينك في بعض الأمور يعني يأتي مثلا رئيس وزرائي يرشح إلى منصب رئيس وزرائي يبدأ يستمير الكتلة الكردية وتعدادها يعني غير قليل فيبدأون بانتزاع المطالبات أو المكاسب السياسية يحققها لهم بعد ذلك يعطوهم أصوات في البرلمان هكذا يعني الأمور ماشية في العران ممكن أن تسير بهذه الأمور وهي يعني صارت بهذا الشكل دعنا الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان أهلا ومرحبا فيك سيد عبد الوهاب أهلا سيد عبد الوهاب هل يمكن أن نشهد تحول في المواقف الدولية بعد أن أصبح الاستفتاء أمرا واقعا نعم أعتقد بأن المواقف الدولية ربما تتبدل ليس من أجل كردستان وإنما للعب بالأزمة والاستفادة منها والتلاعب عليها سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي لأن المشكلة هي بأحد ذاتها معقد فالأكراد حصلوا على ورقة ولكن ليس معروفا كيف يمكن أن نصرفها طالما أن بغداد لا تريد أن تتعاطى من الأمر لا بالمعنى الدستوري ولا بالمعنى القانوني ولا بأي معنى آخر وبالتالي فهذه الورقة كان الأكراد يخططون لأن تكون مقدمة الاستقلال كيف يمكن أن تفاوضهم بغداد على الاستقلال إذا كانت نفضت أصلا الاستفتاء وبالتالي المواقف الدولية ربما تتدخل في الفترة المقبلة سواء للتخفيف من الحصار يعني سيد عبوهاب إذا تسمح لي هل يمكن أن نقول أن هذا الاستفتاء هو ورقة ضغط كردية على بغداد من أجل تحسين شروط التفاوض بين الجانبين بطبيعة الحال هي ورقة ضغط ولكن التفاوض على ماذا؟ على الاستقلال وبالتالي فهذه إشكالية كيف يمكن لبغداد أن تتعامل معها لو أن التفاوض على تعزيز الشراكة وتحسينها وتصويب أهدافها ربما بغداد في هذه الحالة ربما تتفاوض أما أن يعتبر التفاوض من أجل تقاصم يعني ما هو ليه وليه وما هو لكه ولك وبالتالي نحن تقاصم المكاسب والسروات وغير ذلك فهذا منطق غير مقبول حتى الآن في بغداد وهذه هي الإشكالية الحقيقية هذا يعني إذا تسمح لي سيد عبوهاب هذه بالنسبة لبغداد هل يمكن لإيران وتركيا بالفعل أن يستغنيان عن كوردستان العراق خصوصا وأنه يعتبر سوق إيرانية هامة وتعتبر تركيا أيضا مصدر مهم للنفط يعني هذا ما سنتعرف عليه في المرحلة المقبلة ربما تتخلى تركيا وإيران عن مصالح أو مكاسب لأن المشكلة التي ستنشأ في تركيا وفي إيران في المسألة الكردية هي أخطر من المصالح وبالتالي هناك الآن منطق مواجهة مع كوردستان لكي تعتبر أن الأستقلاء أجري وهناك موقف عبر عنه الأكراد بتقرير المصير يريد هنا الاستقلال ولكن يؤجل تفعيل الاستقلال وإذا كان هناك مجال لمفاوضات فالمفاوضات تجرى ضمن الدستور وضمن أن تبقى كوردستان جزءا من العراق يعني إمكانية أن تحافظ تركيا وإيران على مواقفهم الحالية واردة واردة إنما يعني فقط لأنها لأن الدولتين تريداني أن تراقبها ردود الفعل ونعكاسات الاستفتاء على الأكراد في كل من تركيا وإيران أنا أشكرك جزيلا شكر الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك أعود لك مرة أخرى دكتور فراس يعني الاستفتاء الآن أصبح أمر واقع هل يمكن أن تعود العلاقة بين أربيل وبغداد كما كانت عليه بعد هذا الاستفتاء لا هو طبعا لا يمكن أن تعود بالصيغة التي كانت عليها في السابق إلا إذا حصل شيء من الجانب الكردي أو من الجانب الحكومي مع بعض يعني حتى يعودوا لنقطة سابقة فإذا بقي الحال على هذا الوضع الآن الأكراد ينتظرون المفاوضات مع الحكومة بشأن نتائج الاستفتاء والحكومة صرحت اليوم على لسان العبادي أنه لن يتفاوض مع الأكراد على نتائج الاستفتاء هذه ولن يكون هناك بينهم أي صلة فيما يخص هذا الموضوع لكن هذا ليس ثابتا يعني إذا استمرت الأمور وتطورت بعد أيام ستضطر الحكومة العراقية للتفاوض مع الأكراد بشكل وبآخر قد تكون في البداية صعبة هذه المفاوضات لكن ستنتهي إلى مفاوضات هذا هو الحال فيما بينهم حتى قبل الاحتلال وحتى عندما اتفقوا على الفترة الانتقالية وتأسيس أو صيغة الحكم بعد الاحتلال أيضا مرت بنفس الظروف الصعبة هذه ووصلوا إلى حلو ليست أول أزمة هذه بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الإقليم هناك أزمات كثيرة قد تكون هذه أقواها نعم لكن في النهاية سيلجع الجميع المفاوضات سيجلسوا مع بعض خلني في جزئية أيد بعض العرب في قليم كردستان جراء استفتاء الانفصال بل وصوتوا لها أيضا ليش اتخذوا مثل هذا الموقف؟ بسبب علاقتهم مع الحكومة هذه هي المشكلة مع الحكومة العراقية نعم شوف حتى اليوم لو تسمع كل اللي أي دولة في الاستفتاء بل صوتوا يعني هم الآن في أماكن تعتبر متنازع عليها وذهبوا وصوتوا وأدلوا بنعم طبعا في الأصوات على الأطلاق كلهم رفعوا شعار بارزاني ولا سليمان يعني هم عاشوا فترات 14 سنة بعد الاحتلال فترات عصيبة فترات كلها كانت علاقة سيئة مع الحكومة نتيجة أطلاق الميليشيات عليهم وقدموا الكثير من أموالهم وأبنائهم ودورهم فبالنهاية طبعا على عكس رأوهم من كردستان فكانت بالنسبة لهم ملاذ آمن يعني أكثر العرب وأكثر حتى شيوخ القبائل سكنوا كردستان من سنوات طويلة وأصبحت مقرا لهم ووجدوا كل ترحاب من الأقليم ومن الشعب الكردي طبعا ولذلك يقولون جربنا الأكراد وجربنا الحكومة فإذا وضعنا بين خيارين فالخيار الكردي هو أفضل لنا ولذلك قالوا بارزاني ولا سليماني في إشارة إلى الميليشيات ودورها في المناطق العربية طيب في أيضا هناك أخبار تتناقل أو أنبأتنا عن مناورات عسكرية عراقية تركية لجانب مناورات إيرانية على حدود الإقليم نعم مؤشرات خطيرة يعني تصعيد كبير جدا لا وفي الحقيقة لو تعود إلى تصريحات الأولية لتركيا وإيران تركيا كانت تصريحاتها عن ترية في البداية يعني أردوغان صراح أنه لن يسمح لهذا الاستفتاء بالمرور وكذلك سيحرك جيشها وبعد ذلك بدأ يخفض من هذه اللهجة في التصريحات وبدأ يذكر عقوبات سياسية وعقوبات اقتصادية والبارحة خففها أكثر بعد قال إذا حصل شيء للتركمان في كاركوك سوف نتدخل وكل من يتابع مسيرة تصريحات أردوغان يعرف أنها تصريحات فارغة منذ تصريحاتي عن تلعفار وتهديداتها لو دخلت الميليشيات ستدخل القوات التركية وقبلها تهديدات أخرى في سوريا والكل يعلم أنها تصريحات تنتهي على لا شيء جاءت هذه الخطوة خطوة المناورة العسكرية لماذا؟ لأن الحكومة العراقية لا تريد إرسال جيش يقاتل البيشمرق الآن على حدث الاستفتاء هذا فماذا فعلت؟ أرسلت جيش أو مجموعة عسكرية إلى تركيا حتى تجري مناورات مع الجيش التركي طبعا المناورات ستبقى داخل الحدود التركية بعض هذه الوحدات العراقية ستجري مناورات داخل أراضي تركيا وستنتهي هذه المناورات على لا شيء وكذلك الجانب الإيراني أيضا يهددون ولا يستطيعون فعل أي شيء لماذا لا يستطيعون فعل أي شيء؟ لأنهم يعرفون جيدا أن هذا الأمر قد يكون هو فخ لتركيا وإيران بمجرد أن تتدخل أي دولة ستقع في نفس الفخ الذي وقعت فيه الحكومة العراقية سنة التسعين مع الكويت تعتبر دولة محتلة وهي إيران أصلا تعالي من عقوبات اقتصادية فكيف بها؟ ولن تتدخل فيها مستحيل ولا حتى تركيا التي هي متعرضة لإنقلاب عسكري سابق وتعرف أنها الآن في الواجهة فتخشى أن تتدخل في شؤون العراق ولو مع خطورة هذه المسألة يعني الآن تركيا وإيران يعتبرون الاستفتاء حدث يهدد الأمن القومي لكل البلدين لكن مع ذلك لن يتدخل وستنتهي هذه المناورات على لا شيء طيب بإجراء الاستفتاء أو بمحاولة تطبيق نتائج هذا الاستفتاء ما الذي سيخسره الإقليم وماذا ستخسر بغداد في حال تم الانفصال؟ نعم الإقليم عنده مشكلة كبيرة جدا هي عدم وجود المنافذ البحرية يعني دولة إذا إذا تشكلت وصارت دولة دولة ما عندها أي منفذ بحري إذا كانت الظروف طبيعية قد لا تكون هذه مشكلة كبيرة لكن دولة ليس لها منفذ بحري ولديها مشاكل مع ثلاث دول بالضبط اللي هي سوريا وتركيا وإيران هذه الآن تعتبر دول عدوة ويضاف لها الآن مشكلة رابعة الحد الرابع اللي هي الحكومة العراقية إذا أصبح العراق أصبح الدولة ستكون دولة العراق هي دولة أيضا لديها مشكلة مع كردستان بالتالي لن يكون لها إلا المطارات لنقل البضائع يعني دولة محاصرة من كل اتجاه يعني ليست محاصرة وإنما هي مقاطعة لأن المطارات ستبقى مفتوحة لكن مع ذلك هذا سيضيف لها كلف ويضيف لها أشكالات كبيرة أخرى وستخسر أمور كثيرة لأن بعد 2003 مشاركتهم في الحكومة العراقية أتحت لهم مغانم كثيرة تعرف علاقاتهم مع الدول الكثير منها نفذ عن طريق سفراء العراق اللي هم أكراد وبدأوا يعملوا لصالح الأقليم في الخارج هذه كلها ستكون في إطار الخسارة الحكومة العراقية ستخسر الكثير لأن إذا صارت هذه دولة كاركوك ستذهب مع كردستان وستخسر الحكومة العراقية مدينة عائمة على بحر من نفط وثم كيف ستصدر النفط عن طريق الأنبوب الذاهب إلى تركيا هذا أيضا مشكلة أخرى ستواجه الحكومة العراقية فهي في الحقيقة خسارة للطرفين هل بالفعل الظروف مهيئة لانفصال كردستان عن الدولة العراقية يصبح دولة في يوم وليلة؟ لا هي ليست مهيئة لكن أكبر مقاومات الدولة هي موجودة تعلم هم لديهم تجربة في الإدارة طويلة من سنة 1991 وإمكانية قيام دولة كردستان بموافقة دول العالم وحتى بموافقة العراق أمر جيد بالنسبة لهم ولا يحتاج إلى مشاكل كثيرة لكن لما تكون الحدود حواليك والمجتمع الدولي رافض بهذه الدولة ويقف بالضيد هنا تكون المشكلة وتكون حضوضك قليلة طبعا تكون حضوضك قليلة وليست سهلة وتحتاج إلى فترات طويلة من الزمن وهم يعرفون هذا جيدا يعني هم حتى أخبروا شعبهم أن المسألة ليست بين الليلة وضوحاها وستأخذ سنوات طويلة من المفاوضات لكنهم يعولون على سياسة الأمر الواقع دكتور فراس الزوبعي الأكاديمي والكاتب السياسي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك قبل الختام مشاهدينا أشكر ضيوفي في هذه الحلقة ونترككم الآن مع بعض آراء المغردين على موقع التويتر حول انفصال الأقليم كردستان العراق نقاؤنا يتجدد معكم في حلقة قادمة بحول الله إلى ذلك الحين دونتوا في عمل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة